اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا يا حبيبي وصلني من جو بيدو الله يعطيهم العافية طبعا وصلتني 4 قطع منهم كل حلقة بل بس لكم قطعة كذا اش تشويق الحركات عندهم قسم شبابي وبناتي وحتى اطفال تخش على موقعهم ويسبح براحتك مارفل دي سي ديزني واشياء مرة كثيرة ثانية بترك لكم رابطهم في الوصف عندهم تشيرتات ووديز وشغلات ثانية مرة رهيبة ويوصلون لجميع دول الخليج ومعظم الدول العربية ولو بتطلبون شي من عندهم نستخدموا كود الخصم تبعي واجيه 15 حركات صار عندنا كود خصم ايب شكرا جو بيدو اول شي خلونا نتفق ان التنقل ما بين الاحداث في حلقة اليوم كان غريب شوية قافزة للماضي ورجع للحاضر تهنة يعني كذا الواحد شتت كثير مشاهد كثيرا قطعت بشكل غريب حتى الرسم مرة تحسه ممتاز ومرة تحسه مدري كيف جاي حس انه كذا في استيديوين رسموا الانيمي ذا استيديو القديم والستيديو الجديم مدري كذا فيه فيه لغوصة في الرسم حتى نهاية الحلقة نهاية الحلقة انتهت كذا بشكل غير معتاز العادة انتهي على مشهد كذا بس اليوم الحلقة اليوم كذا تحس انه جرس الحصة الاولى مافي اي حماس يلا الحصة الثانية جات مافي على كل حال مشي حالك يعني الاستيديو وضعهم مرة صعب وجالسين يقاتلوا برجولهم ويدينهم طيب عزيز الوجيهة تبدأ الحلقة بمشهد ايرين وهو ما زال يردد العبارة اللي انتهت فيها الحلقة الاولى قاتل 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 كلب والله طالع فخم صاح هيوان كلب بدينا صرنا نكرهك ونحبك والله معادي نديرين صراحة كان جي استغربت من تصرفه ويش بو الولد موسوس انا الموسوسة والمطفوقة ما سويتها تتاقاي تتاقاي قاتل قاتل ايوا اتعلمت كلمة يابانية جديدة من كثر ما قررتها قاتل مين ولا مين اش بك ايرين والتضح يعني انها ما هي جاي تحقق معا او في شي رسمي يعني الموضوع سواليف يعني جاي تزبط الامور وتسأله وتشوف ايش بتمرد وسحب عليهم وراح المارلي وسوى الحوس هذه كلها بس انه كده تجاهل كلامها طبعا مرة ولا كأنها قاعد تقول اي شي كده قطع كلامها وقال لها اسمعي انا لتهمت عملاق المطرقة وانا الان قادر على التحكم بعناصر الارض وبقدر اصنع اي اسلحة واي شي يخطر في بالي بحكاية انكم حابسيني هنا ترى مرة ما لها داعي اقدر اخرج متى ما بغيت باستخدام قوة المطرقة ولو حاولتم تقتلوني ترى ما تقدرون لانكم تحتاجون قوة المؤسس اللي عندي انا عارف حتى زيك ما رح تقدرون تقتلونه وفجأة الحيوان هنا قهرني وفجأة مسكها وسحبها وكل وقاعة بل انه اعطاها وضعية يلا بتحول بعدين وقف اي هانجي ايش بك قهرني 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 قد انه ايرين يعني في حركته هذي اللي سواها وعنفه وقساوته الغريبة ذي اللي ما تعودناها منه بالذات تجاه اصحابه اه كأنه يحاول يوصل رسالة الهانجي يعني كذا كأنه يقول ما معاكم الا خطة يا انا وزيك غير كذا ترى ما في اي حال ثاني وانا جالس هنا في السجن اللي اقدر اخرج منه في اي لحظة ومنتظر اشوف وش ناوين تعملون كأنه يقول يعني ما ردكم لي يا انا وزيك زبط وصح انه هانجي شوية متورطة في القيادة وجالسة تواجه صعوبة في اتخاذ القرارات وهي اعترفت بنفسها بهذا الكلام بس يا اخي لا تمد يدك عليها لا تمد يدك عليها يا ايرين الله يرضال عليك بعدها رجع فينا الزمن الى ما قبل ثلاث سنوات وبالتحديد الى لقاء يلينا واللي معاها وشلة فرقة الاستطلاع مدري اذا لاحظتوا ليفاي بس مرة قزم مقارنة بالشلة حتى هو كذا زعلان انه قزم ايش بامهم دولي طولوا كذا ايه هدوا اللعب وكي يصير اطول مني شوية مو مرة كذا طالع فيكم عيب عليش الليفاي والله انت في عيوننا عملاق انت اطول من عمالك تدك هذولي طراحة ما ادري ليش الليفاي منع يلينا من انها تصافح ايرين ولكن اتوقع انه قاعد يحاول يوصل لها رسالة ان كل شيء بما انكم هنا يعني في برادايس انه كل شيء صغير كان ولا كبير ما راح يتم الا ايش بتنسيق ما في اي شيء كذا تصابوا الصافح ايرين ما في تصافحوا ببساطة لازم نسمح لكم تصافحوا اي شيء هنا ما راح يتم ببساطة حتى الثقة اللي بيننا ترها لسه شوية ما هي مرة بعدها وصلت السفينة سفينة هزورو او هزورو اتوقع كذا ينطق اسمها وبالتحديد وصلت الانيسا كيومي واللي لو فاكرين هي اللي جا تسلمت على ولي تايبر قبل ما يطلع على المسرح فاكر فاكر لاني عملاق عملاق لاني محلل عملاق محلل ضخم تلكم وراها مصيبة ما صدقتموني المهم بعد وصولها اجتمعت مع كبار بردايس وفرقة الاستطلاع وهنا اكتشفنا حاجتين مهمة جدا ومفصلية اولا ان ميكاسا ترجع لاصول اسيوية او صينية خلينا نقول من طرف والدتها والرمز اللي على يدها هو نفس الرمز اللي يمثل شعار دولة هزورو هزورو دولة هزورو زمان كانوا متحالفين مع الملك فريدز في بردايس وبعض من شعب هزورو استقروا في بردايس وعاشوا فيها ومع الوقت بدأ يقل عددهم بحكم انهم كانوا عدد بسيط يعني اللي عاشوا في بردايس والناجية الوحيدة المتبقية من هذه العشيرة في جزيرة بردايس هي ميكاسا ابوها الدياني من اكرمان وامها من هزورو حلو الكلام حلو الكلام الزبدة في النهاية اتضح لنا انه هزورو ما عند امهم سالفة مدري هزورو وانهم طمعانين في الموارد اللي في بردايس يبغون يطورون فيها اسلحة وقوات بحيث يرجعون قوتهم اللي خسروها ايام حرب العمالق العظمى وكمان استخدمهم زيك كوسيط لمناقشة مخططه يعني فيد واستفيد لا اكثر طبعا زيك شيطان كيف تقنع دولة بكاملها انهم يكونوا وسطاء بينك وبين جزيرة بردايس راح ورى السيدة كيومي هذه الشي اللي هي طمعانة فيه وراها عدة المناورة اللي يفترض انه سرقها من الجزيرة بطريقة ما وقال لها شوف في هذه واحدة من معدات المناورة يفترض انها سلاح تم تطويره لتدمير العمالق على جزيرة بردايس والسلاح هذا والمواد اللي مستخدم داخله ما توجد الا في بردايس بل ان الجهاز هذا ما يمداك تستفيد منه ولا له اي قيمة الا اذا استخدمت الغاز او المواد اللي موجودة برضو في بردايس غير كذا راح يظل مجرد جهاز مناورة ما منه اي فائدة خلاصة الكلام ان زيك وراها عدة المناورة واغراها انها تقدر تصنع مثلها او شي مشابه لها اذا قدرت انها تكون وسيطة بينه وبين جزيرة بردايس وبالمرة تتكلم معهم في ذي الجزئية يعني تقول لهم انا جاي افيدكم واطور لكم اسلحة باستخدام المواد الموجودة في ارضكم وكمان ايش اطور لنفسي ولدولتي هزورو اسلحة وبالمرة اشبككم مع هذا اللي اسمه زيك حلو الكلام حلو الكلام طيب ايش المخطط حق زيك اللي يبغاها توصلوا لهم او ايش الرسالة اللي ارسلها معاها زيك يقول انه يبغى ينقذ الديا وباقي دول العالم من مارلي وشر مارلي وبالمرة يبغى يغير الصورة المنتشرة عن الديا وعن بردايس كذا فجأة ما اعرف صراحة اش السبب بس كذا فجأة بعد ما دمر ام بردايس ونتف القائد ايروين ومادري اش سوى من مصايب ولعب فيهم بيسبول قرر فجأة انه يبغى ينقذ الديا ويبغى يدمر مارلي اللي هو اصلا جوك مدري اش وراه من مصيبة لولا ذلك فخطة تقول انه لازم يقنع بردايس بتفعيل قوة دك الارض بس مش هجوم مجرد ايش دفاع قلتلكم تحريات وجيه تحريات عسل يبغاهم يفعلون جزء بسيط من عمالقة دك الارض كتخويف فقط لا اكثر يعني كذا حرك لكم عملاق من عمالقة دك الارض خلي العالم يخرطشون ويشوفون قوة هذه الجزيرة بحيث يعني يخافون من نوم ويتركوهم بسلام وتنتهي هذه الكراهية وخلاص ببساطة هذه الخطة اللي يفترض انه يبغى ينفذها زيك والى الان تقريبا هذا اللي واضح لنا رايب حلو يا عم زيك صنح اسلحة الهيزورو من موارد بردايس الثمينة والنادرة وفهمناها رايب شلون نفعل دك الارض كذا حنقول لهم يلا افتحوا الابواب يش بنسوي يقول زيك لازم يكون في عملاق يحمل الدم الملكي وكمان العملاق المؤسس الاثنين هذولي اذا اندمجوا او تعاونوا او حضنوا ما عرف كيف بيتعاونوا بطريقة ما يقدروا يفعلوا دك الارض او يقدروا يحركوهم او يخرجوهم او مادريش بيصير بس ايش اذا في عملاق بدم ملكي والعملاق المؤسس مشرط يكون دم ملكي اذا صاروا مع بعض يحركوا عمالقة الدك شلون بنشوف فيبحلوا العملاق المؤسس ويرين عندنا والعملاق بدم ملكي هو زيك بس مشكلة زيك انه بيموت بقيلوا معد بقيلوا لا ايام معدودات يا سلام هنا زيك يقول انه لازم يمرر قوة وقوة العملاق الوحش الى شخص يحمل الدم الملكي والشخص هذا بدوره يفترض انه يعطيها وضعية الارانب يعني ايش يقضيها تكاثر وانجاب ويزيد من عدد الاشخاص اللي يحملون الدم الملكي وبكذا خلاص قوة دك الارض تكون متاحة للاستخدام في اي لحظة وطول الزمن يعني يا جماعة الخير شوفوا يا عالم احنا عندنا قوة دك الارض عندنا المؤسس وعندنا دم ملكي اللي في بنه امه خير يقرب من جزيرة بردايس بس هذه الخطة يفترض بمعنى انه الملكة هيستوريا لازم تاكل القرد بحكم انها اخر دم ملكي بس قبل ما تاكل زيك او القرد لازم تشوف لها شريك حياة يعني يقضوها حمل وولادة طول الثلاثة عشر سنة اللي بتبقى لها بعد ما تاكل العملاق القرد وبكذا يتكاثرون حاملين الدم الملكي ويظل العملاق الوحش يتنقل من دم ملكي الى دم ملكي اخر والعملاق المؤسس كمان يكون يتنقل من شخص الى شخص اخر من بعد ايرن وبوجود عملاق بدم ملكي في بردايس مع وجود ورثة بدم ملكي جاهزين بالاضافة الى وجود قوة العملاق المؤسس راح تضمن بردايس خوف العالم منهم ويعيشوا في امان الى الابد بس لحظة الخطة هذه مش سهلة مش يلا نفذ وخلصنا الخطة تتضمن تضحيات في ناس بتقعد تموت وهي تتوارث قوة العمالقة هيظلوا ياكلون بعضهم البعض كل 13 سنة وبتستمر لعنة الملك فريدس ولا استفدنا حاجة الكل اعترض تقريبا يعني بشكل صامت على هذه الخطة ولكن ايرن الوحيد وقتها صرح وقال انه خطة زيك هذيك خليه يوفرها في جيبه ايرن اعترض قبل ثلاث سنوات ركزوا قبل ما يروح على مارلي ولكن على ما يبدو انه بعد ما جاء من مارلي اختلف الوضع صار مقتنع بهذه الخطة كيف بنشوف ان شاء الله بعدين هستوريا وبحكم انها الملكة وافقت على هذه الخطة والكل انصاع لها ولا قدر يقولوا لان الملكة ايش هنقول لها لا خلاص سمعا وطاعة يا مولاتي وتقريبا يعني وافقوا او ما حد عارض لانه وقتها كانت هذه الخطة المتاحة بين اياديهم وبالفعل فجأة الاخت هستوريا تركت الملك وراحت عاشت بعيد مع شخص يجلس يطبخ الدم الملكة في بطنها والصدمة ايش انه الشريك اللي لقيته ماهو اي واحد واحد كان يتنمر عليها وهي صغيرة ولما كبر حسب الذنب وقال كيف اكفر عن ذنوبي وعن تنمري السابق لهذه الانسان اللطيفة ابروح اشتغل عندها عامل يعني من باب انه يعاقب نفسه كذا وفجأة الاخت قررت تتزوج وكذا بدون اي مقدمات لا بينهم حب ولا اي شي وتخلف منه اطفال بنصف دماء ملكية انا ماعرف صراحة اش اقول بس يسايمة ايش ام الها بلاذة يعني انا انا مؤمن فيك واحبك واحترمك بس والله الخرشة دي ما عجبتني ازبدا جماعة هستوريا حامل من العامل اللي كان يتنمر عليها كيف شلون الله وعلا طبعا جزء من قادة بردايس كانوا معترضين على قرارها في مشهد ثاني لما كانوا قاعدين يسكر ويشرب وخمر وكذا قالوا ايش يا عم يحولوها الى عملاق بس وخلوها تاكل زيك وتفكن بعضهم اعترض وقال ما ينفع نحولها الى عملاق البنت حامل يمكن يموت الجنين ويمكن هي كمان تموت ما ينفع خطوة جريئة رأس الكلام انه هذيك السالفة اللي على الطاولة كانت مجرد كلام سكارة يمكن يكون له معنى ويمكن لا ولكن الاكيد انه الحوار هذا كان الهدف منه انه نتأكد ونعرف انه هستوريا فعلا وافقت على خطة زيك بشكل مبدئي وصارت حامل بحيث بعد ما تولد هذا الطفل الذي يحمل الدم الملكي تروح وتاكل زيك وتورث عملاقها الى ابنائها ويبدأ يتكاثرون زي الارانب بعدها جاء المشهد اللي كشفت فيه هانجي مخطط دولة هزورو الوضيع قالت لهم يا جماعة والله دول الجماعة تركونا وميشيو هدفهم الوحيد كان مجرد الاستلاء على موارد بردايس لا همهم بردايس ولا همهم ميكاسة ولا بطيخ كل الموضوع ذاك تقريبا مسرحية كده بالمختصر انهم يصيروا اقوياء مع دول العالم وخلاص فقالوا يا عمي ايش نصير اقوياء ونسرق اللي نسرقوا من هذه الجزيرة الصغيرة احسن من اننا نتحالف مع شياطين بردايس ما وضحوا صراحة هل هزورو اخذو شيء ولا فيه فيه لخبطة فيه لخبطة في التايم لاين لحست مخي صراحة حاولت استوعبها ما قدرت بس الزبدة انهم سحبوا على بردايس مش فل سحبة سحبة الا ربع ما ادري ما هي واضح المعلومة دي بس انهم يعني تركوهم هنا حصلت حاجتين كرد فعل يعني من كلام هانجي اليرن ايرن قالكس لازم نفعل دك الارضجل ونخلي هستوريا تاكل الوحش ما عندنا اي حال ثاني وقت هيرن لسه ما هم متحالف مع زيك لانه الكلام ذا قبل ثلاث سنوات هانجي قالت اش بك انت مستعجل ترى ليش ما نروح لمارلي بانفسنا ونحاول نتواصل مع العالم هناك ونوضح لهم اننا شوية شعب غلابة ومستعدين للسلام ونغير نظرة العالم لنا وننهي هذه الكراهية بدون اشكالية العالم ما يعرفون عننا اي شيء توقعون اننا مجرد شياطين هنا خلونا نروح لهم بانفسنا ونوريهم العكس هما تركونا امام احتمالين بعد الكلام هذا اما انهم فعلا نفذوا هذه الخطة وطلعوا وتسللوا المارلي زي ما شفنا او انه ايرن سبقهم وهرب الى هناك حطهم امام الواقع الحقوني يلا هنا بروح ادمرهم ما حد عارف بس ايش بنكتشف بعدين هل فعلا راحوا بهذه الخطة اللي قالتها هانجي نروح نحاول نتواصل مع العالم هناك او انه ايرن زي ما قلت سبقهم هما لحقوه بنشوف بعدها ايرن في القطار الضعيف هذاك بدأ يسولف معهم يا جماعة باقي لخمس سنوات ودي اناقش معاكم مين ممكن يرث العملاق اللي عندي نرجع ونعيد الكلام هذا قبل ثلاث سنوات قبل ما يروح ايرن لمارلي ميكاسا قالتها انا باخذ عملاقك يا وحش قالولها لا يا حبيبتي انت نص اكرمان ونص هزرو صينية على يابانية لا ما يصلح ما يصلح جان قال اجل انا باخذه يا جماعة قالوله سري سري تهبها برضو انت ما تصلح توني قال اجل انا باخذه يا جماعة قالولها يا ابو انت الثاني كمان تهبها بناقصنا عملاق غبي ساشا قالت اجل انا باخذه كلكم ما تصلحون ما في الا انا مناسبة قالولها شوفي كوني غبي بس انتي مرة غبية ما يصلح تصيروا عمالقة كلكم الاثنين وانتهى المشهد بطريقة مرة تقهر قوة الصداقة والخرابط حق الاصدقاء خدود حمرة وايرن يقول لهم ليه والله معطيكم العملاق انتوا حبيبي ما ارضى عليكم ايش هذا ايسامة ايش هذا ايسايمة ايش هايامة ايش اللي خدود حمرة وخجلانين وغروب شمس باقي بس تحط لنا اغنية عهد الاصدقاء في النهاية ايه ايه بعدها رجعنا بالزمن الى الوقت الحاضر بعد رجوعهم من مارلي وبعد حبس ايرن بعد الفوضى ذيك اللي سواها ايرن في مارلي نفس الشيلة اللي كانوا يحبوا بعض الان صاروا مجتمعين في غرفة يملأها اليأس والخوف كوني ارمن ميكاس جان وساشا ماهي معهم لنها ميتة كوني يقول ايرن تغير علينا يا جماعة القطار كان يخلي خدودنا حمرة ويقول انا مستحيل اضحي فيكم اليوم ما نعرف مين هو ولا نقدر نتنبأ بتصرفاته هذا ماهو ايرن اللي نعرفه واقترح كوني بعدها وقال يا جماعة احنا واضح ان انا ايش بندمر ايرن لازم انه ندمر ايرن لو الوضع يعني احتاج ان انا ندمره براح نقتله معليش ايرن حبيبنا وصديقنا بس الولد اختلف علينا كذا ما يصلح اللي قاعد سويه غلط ميكاسا ترفض وتقول لا اه ايش اللي ترى ايرن صديقنا وكان يثق فينا بل انه استدعانا هناك الى مارلي علشان نساعده شخصيا يعني هنا هو استدعاهم اللي هم ليحقوه اخر كلام برضه ايش خلوها في الحسبان ذي يرد عليها كوني او جان ويقول اي واو بسبب ثقة الغبية ماتت ساشا فلاصة الكلام جان وكوني مرز اعلنين من ايرن وما عندهم مشكلة انهم ياكلوه يعني واحد منهم يتحول عملاق وياكلوه وارمين يقترح في النهاية ويقول يا جماعة اصبر اصبر وبالله قبل ما نتفلت ونتخذ قرارات غبية انا وميكاسا بنجلس مع ايرن ونحاول نتفهم معاه انا وياها اصدقاؤه منذ الطفولة نحاول نرجع العقل ولعله ايش يصحى كذا وإحنا اصحاب واذا مرة مرة ما في امل من ايرن وخلاص رفض ينصاع لكلامنا عندنا حقنات التحويل نحول اي شخص فينا او اي شخص ثاني من بردايز ونخليه ياكل ايرن وامرنا لله عافلة كده خيلوا انه ارمين اللي قال هذا الكلام ارمين قال كلام جريء ما كنا نتوقعوا منه يبدو انه فعلا بدأ يتخذ بعض 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 سمات القائد العظيم ايروين على كل حال الكلام هذا مجرد اقتراحات من ارمين ولكن على الاقل عرفنا الان ايش المخططات المطروحة قدامنا يا نتفهم مع ايرن ونخليه ينصاع لنا ويتعوذ من الشيطان ولا نخلي احد ياكله وياخذ قوة العمالق اللي داخله وخلص طبعا كلنا عارفين انه هذا الخيار مستبعد تماما مستحيل الكاتب يضحب ايرن الا لو ناوي يجحفلنا وصراحة لو سواها وخلى ايرن يموت ولا ينوكل والله يبادو قاله تحية انه خطوة زي كذا ما احد يقدر يجرى يسويها على كل حال مستقبلا بنشوف هل ارمين وميكاسة بيقدروا يقنعون ايرن ولا لا واتمنى فعلا انه ايرن يتعوذ من الشيطان ويرجع العقله لانه اللي قاعد يصير والله مره مزعج مره مزعج مو ناقصين نشوف كوني عملاق ولجان ولا ميكاسة باللقاء يتخيل كيفش كان عمالقتهم بتكون حس عملاق ميكاسة بيكون مره فخم البقية بيكون مره كذا عملاق بقرة عملاق برأس ثور بعدها ينتقل المشهد الى الفندق ابو خمسة نجوم في الغابة ونشوف زيك ومعاه مجموعة من فيلق الاستطلاع وليفاي والظاهر انه ليفاي اختار الغابة كمكان لعزل زيك والعملاق القرد ما هو لهدف السخرية منه بحيث لو قرر زيك انه يتحول فجأة ويلعب بذيله ليفاي يحوله الى شاورما كذا سريع سريع او بالاحرى يعني يكون لهم الافضلية ويقدرون يسيطرون عليه بسهولة بعيد عن الجزيرة وبعيد عن الاسوار وبعيد عن الابرياء يوفي يا جماعة انا مادر عنكم صراحة بس حلقة اليوم شوي غريبة خط الزمن والقفز ما بين الماضي والحاضر كذا تم بطريقة مربكة صراحة على كل حال احنا قدام عدة احداث مهمة ومرتقبة في الحلقات القادمة اولا محادثة ايرن وارمن وميكاسا وبنشوف ايش نتيجتها هل ايرن راح يرجع لصوابه ويروق اهلنا واللي راح تصير مشاكل كثيرة وممكن ارمن يخلي واحد ياكل ايرن وثاني ينزيك وايش وضعه في هذهك الغابة هل عنده مخطط ولعب بذيله الا فعلا الرجال ناوي خير وبينفذ الكلام اللي هو متفق معاهم عليه وثالثا الغائبين قابي وفالكو اللي ما شفناهم في هذه الحلقة ويا ترى ايش بيكون مصيرهم المجهول في هذهك الزنزانة وبس والله هذا تقريبا اهم ما جاء في الحلقة العاشرة كل شيء ملغوص اليوم كل شيء ملغوص بايب لايك واشتراك لو انتم مشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول ولا تنسوا تزوروا موقع جوبيدو الروابط كلها في الوصف انستجرام موقعهم الرسمي وكل التفاصيل الثانية ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم تبعي وجيه 15 كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم